موسيقى إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له و من يضلل فلا هدي له و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمد عبده و رسوله أما بعد فإن أصدق الحديث اكتب الله تعالى و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آله و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار ثم ما بعد مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في حلقة جديدة من حلقات تربية الأولاد في الإسلام و دائما مع السلسلة التي شرعنا فيها و التي تتعلق بحقوق الطفل بعد أن ذكرنا جملة من الحقوق المتعلقة بالإسم و الطعام و نحو ذلك اليوم نأخذ حلقة جديدة و حقا جديدا من الحقوق و هو حق الكسوة يقول المولى عز وجل و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف و ذكر النبي صلى الله عليه و سلم هو يذكر فضل من ربى البنات ثلاث بنات فصبر عليهن و أطعمهن و سقهن و كساهن من جدته أي من وجده من الحقوق الواجبة علينا تجاه أولادنا أن نضمن لهم حق اللباس حق اللباس المحترم حق الكسوة حق اللباس الذي يحفظهم يحفظ كرمتهم و يحفظهم من البرد و من الحر و يحفظ صحتهم الحديث عن اللباس هو من الحقوق و كل الناس يعلم هذا هذا أمر واضح لكن نحن نتحدث عن اللباس من جهات لها تعلق بالأحكام الشرعية نقول أولا اللباس له أثره في شخصية الطفل و في نفسيته في أخلاقه و عقيدته فلا تستهين به هذا الأمر ليس مجرد أمر عادي نقوم به بالعادة كل الناس يشترون ألبسة لأولادهم لا لابد أن نتنبه إلى أمر مهم هذا اللباس له أحكامه الشرعية و له مقاصده التي ينبغي أن نتنبه لها أقول لللباس أثر في الشخصية و في النفسية و في الأخلاق و في العقيدة تأثيره على الأخلاق دلت عليه التجربة و المشاهدة هذا لا ينكره يعني العاقل الإنسان يتأثر بنوع اللباس الذي يلبسه كما يتأثر الناس بمصاحبة الناس الذين يصاحبونهم يعني لي يلبس لباس فاخر يتأثر بذلك اللباس و لي يلبس لباس دونه يتأثر به و هكذا قلت الإنسان يتأثر بمحيطه بأصحابه بل دلنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتأثر حتى بالحيوانات التي يخالطها ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم والفخر و الخيلاء في أصحاب الإبل و السكينة و الوقار في أهل الغنم دلالة صارحة الحديث متفق عليه يدل على الإنسان هذا يعني يكون شخصيته من محيطه يكون شخصيته من الأشياء التي يتعامل معها و يعيش معها إذا كان الإنسان يتأثر بالحيوانات التي يخالطها و يكثر من خلطتها في باب أو لا أن يتأثر بمحيطه يتأثر بالإنسان بالصحبة و يتأثر أيضا بمحيطه ما فيه من آلات وجمادات يقول شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله تعالى إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين هذا التشاكل و هذا التناسب يقود إلى الموافقة في الأخلاق و الأعمال ثم يقول رحمه الله تعالى وهذا أمر محسوس التشابه في الهدي الظاهر يؤدي إلى التشابه في الهدي الباطن في الأخلاق و في الأعمال و هذا أمر محسوس يمثل يقول فإن اللابس لثياب أهل العلم مثلا يجد من نفسه نوعا ضمام إليهم يلبس لباس العلماء يحسره عالم أو أنه منتمن إلى زمرة العلماء قال و اللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم يعني هو يجربوا هذا أعطي له ولد صغير لبس له لباس يعني المظليين لباس عسكري و انظر إلى تصرفاته و أخلاقه و طريقة مشيته لغا ذلك يقول لي فعلا يحس بماذا يعني رغم صغر سني يحس بأنه جندي طبعا الإنسان من كثرة الملابسة و كثرة استعمال هذا اللباس سوف يؤثر ذلك في طبعه سيؤثر في أخلاقه فانتبهوا إضافة إلى ذلك هناك أحكام شرعية ليس كل ما سمي لباسا فإنه يكون لباسا شرعيا يجوز لنا أن نلبسه أولادنا أول هذه الضوابط سطر العورة لماذا نلبس اللباس المقصد الأول أن نستور عوراتنا يقول مولى عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوار سوآتكم و ريشا ولباس التقوى ذلك خير سطر العورة هذا أمر يعني معلوم لكن الذي ننتبه له و نحن نتحدث عن تربية الأولاد الأولاد غير مكلفين الأولاد في صغر سنهم لا تكليف عليهم التكليف إنما يقع على الوالدين يقع على المربين ينبغي أن نعلم أنه ينبغي نعلم و نربي أولادنا على سطر العورة ولا ننتظر سن البلوغ سن التكليف والعورة عند العلماء عورة الأطفال لسا كعورة البالغ تبدأ شيئا فشيئا تكون في البداية يعني السوآتين الفرجان ثم بعد ذلك تتغلط شيئا فشيئا حتى تصبح ما بين السرة و الركبة سواء الإناث أو الذكور ثم بعد ذلك تصبح كعورة البالغين هناك تفصيلات و هناك اختلافات بين العلماء في تحديد السن الذي نصطر فيه الفرجان و نصطر فيه ما بين السرة و الركبة نحن لن نخوض في هذا القول الأصح في هذا أن الأمر متعلق بالاجتهاء من غير تحديد السن لأن كل طفل و نموه و كمال جسمه يعني كاين الطفل يكون ينمو بسرعة و كاين البنت يتنمو بسرعة و كاين اللي نموه يكون نوعا ما بطع فتحديد السن لا يكون ضابطا لكن الشيء الذي اتفق عليه العلماء جميعا إذا بلغ الصبي و الصبية سن العاشرة هنا انتهى الأمر سيصبحون يعاملون معاملة الكبار البالغين إذا بلغ سن العاشرة خلاص الآن عورته لابد أن تسترى كسواء بلغ أو لم يبلغ سن العاشرة يمكن أن يبلغ البنت يمكن أن تكون بالغ إذا وصل سن العاشرة انتهى الأمر الآن المفروض نكون قد ربينا أولادنا و دربناهم قبل ذلك قبل ذلك طبعا هنا لماذا سطر العورة؟ هناك شيء مهم جدا في التربية وهو تربية الأولاد على الحياء الذي هو أصل كل خير و معدنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان و يقول في حديث آخر إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فالحياء من الإيمان والذي ليس له حياء و ليس له إيمان فهذا يعني توقع منه كل بلية و كل مصيبة و من أظهر الأشياء التي تجعلنا أن نربي أولادنا للحياة أو هي الدليل على أننا قد ربينا أولادنا للحياة قضية اللباس من الأشياء المورثة لهذا الخلق سطر العورة و نحوها منذ صغرهم من سنتين و تلسنوات نبدأ يعني الأم تقول لولدها أسطر عورتك عن أبيك أسطر عورتك بالك احذر احذر إذا ذهبت للخالة أنا الذي أرافقك يعني ندربهم شيئا فشيئا على هذا الخلق و هم أمران متناسبان سطر العورة و الحياة التربيع الحياة هذه ليست من العلوم التي تعلم و تدرس و تحفظ و لكنها من الأمور التي تحصل بالإلف و العادة لا تحصل دفعة واحدة فلابد من صبر ولابد من تدريب ولابد من إعداد عورة إذا بلغ الولد وصل سن البلوغ وصل سن العاشرة عورة الأنثى هي كل جسمها ما عدى الوجه و الكفين مع الأجانب مع الأجانب خلاص تتسطر و تتحجب قال المولى عز وجل و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها و ليضربن بخمورهن على جيوبهن و الذي ظهر منها هو ما في الوجه و في الكفين خلاص وجب عليه أن تلبس هذا الحجاب ولكن هذا الحجاب لابد له من إعداد لا نخطئ نخليه البنت حتى تبلغ بعد ذلك نحاول أن أمرها أمرا جازما بين عشية و ضحاب لابد من إعداد نفسي و إعداد عقدي و إعداد تربوي حتى إذا جاءت سن العاشرة تلبس الحجاب و هي راضية و هي مفتخرة به و هي معتزة به إن شاء الله تعالى عورة الذكر ما بين الصرة و الركبة هذا أمر معلوم قال النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة لكن هذا لا يكفي لدلال على الحياة هذا لا يكفي ليكون من علامات حسن التربية بل من كمال السطرة أن يسطر أيضا الولد مع والديه و مع الناس أعلى جسمه يعني ليس من الأدب و ليس من المرؤة أن الإنسان يخرج مثلا إلى الشارع و هو لابس فقط سروال يسطره ما بين الصرة و الركبة و يخرج يعني عاري الصدر و عاري الظهر هذا مخالف للآداب و مخالف لمكارم الأخلاق نحن لا نكتفي فقط بالواجبات بل علينا أن نربي أولادنا على كل ما هو مستحسن و ما هو من المرؤة و مكارم الأخلاق من مقاصد اللباس الوقاية من الحر و البرد الوقاية من الحر و البرد و جعل لكم صرابيل تقيكم الحر و صرابيل تقيكم بأسكم هكذا يقول مولى عز وجل سئل عالم ما الطعام الذي لا صرف فيه أو صرف فيه قال ما سد جوعتك فقيل له و ما اللباس قال ما سطر عورتك و وقاك من البرد طبعا هذا أمر معلوم لكن تذكير خفيف للوالدين احذروا هذا يدخل في معنى الرعاية الصحية و قد تحدثنا عنها سابقا لأن إهمال هذا الضابط قد يؤدي إلى إصابة الولد بالأمراض المهلكة بسبب البرد القارس أو ترك الانتعال على الدوام أو لفحات الشمس يعني ما وقاك من الحر و من البرد فانتبهوا لذلك من الضوابط وبه يعني نتمم الكلام قبل الفاصل تخصيص كل جنس بلباسه علينا أن نمنع تبادل الثياب بين الذكور والإناث وهذا أمر يتساهل فيه كثير من الناس و خاصة في حالة الصغر بسبب الفقر بسبب الحاجة أو الحاجة الطارئة على سبيل التهاون فعلينا أن نتنبه للذكور لباسهم و للإناث لباسهم و لنحذر قلت هذا إذا كان على سبيل الدوام بسبب الحاجة لابد أن ننتهي عنه أما إذا كان على سبيل الله واللعب فهو أيضا مع منوع فلنحذر من هذا الأمر وبقية الحديث بعد الفاصل إن شاء الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دائما مع ضوابط اللباس الذي هو حق من حقوق أولادنا كنا و وصلنا إلى الحديث عن قضية تخصيص اللباس لباس الذكور أو تخصيص الذكور بما يناسبهم و الإناث بما يناسبهم لماذا؟ لأن اللباس يؤثر في الطباع يؤثر في الطباع فإذا البسنا ذكرا لباس أنثى أدى به ذلك إلى تخنث طباعه وأدى بالبنت التي تلبس لباس الأولاد الذكور هذا يؤدي إلى ترجلها والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحي الذي يروي أبو داود يقول لعن الله الرجل يلبس لبسة النساء ولعن الله المرأة تلبس لباس الرجال و في حديث آخر يقول لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء بمعنى البنت لما تلبس حذاء الرجل تلبس السروالة على الرجل تلبس اللبسة اللي هي فعلا لبسة رجل تصبح مترجلة تشعر بأنها رجل وهذا يؤثر في أخلاقها هذا التشبيه أو هذا التشبه لا يختص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكر لعن الله الرجل يلبس لبسة النساء و المرأة تلبس و في الحديث الآخر عام المخنثين من الرجال و التخنث هو التكسر و التثني طبعا هذا الكعين صفات خاصة بالنساء يعني في الكلام و في الحركات و كذا فالرجل الذي يلبس لباس المرأة تصبح أيضا حركاته كذلك فهذا التشبه لا يختص باللباس هو عام للكلام و للحركاته و للمظهر لكن اللباس يؤدي إلى التأثر في الحركات و في الكلام إذن النهي عام لكل ما يعتبر مخالفا لما طبع الله سبحانه وتعالى كل من الجنسين فالمن الواجب الوالدين أن يحفظوا للذكر رجولته و للأنثى أنثتها وهذا من الحفاظ على الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها الناس و كل تغيير يطرع عليها فهو من مسؤولة الأبوين كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مما يتبع هذا حكم شرعي يتبع تجنيب الأولاد الصغار مع صغار سنهم الذكور منهم لباس الحرير و نحوهم الألبس الرخوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم حرم لباس الحرير و الذهب على ذكور أمتي و أحل لإناثهم هذا تابع لما سبق تخصيص كل جنس بلباسه لكن بعض الناس قد يقول الولد ما زال صغيرا الولد صغير ما هو مكلف يعني لا لبسنا له الحرير ولا أعطينا له الذهب يعني ما كاش حاجة حرام عليه لكن نقول لك هذا حرام عليك أنت حرام عليك أنت نعم هو ليس حرام عليه لأنه غير مكلف ولكن هو الآن في مرحلة تربية الشخصية في مرحلة تكوين الشخصية فإذا ألف هذه الألبس الرخوة و هذا اللباس الحرير و ما شابه ذلك فهذا سوف يؤثر في طبعه و ستظلمه ستظلمه الولد خاصة الذكر الواجب عليك أن تعده لما تخبئ له الأيام عمر رضي الله عنه لما توسعت الفتوحات و ذهب المسلمون إلى البلاد و وجدوا مظاهر رفاه واللباس و غير ذلك عمر رضي الله عنه حذرهم قال لهم إياكم و التناعم و زي العجم و تمعددوا و خشوشنوا فإن النعمة لا تدوم اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم فمن تعود على الخشونة في عيشه كان نوع من الخشونة أقول نوع من الخشونة كان في ذلك إعداد له لما تخبئ له الأيام من محن و شدائد و ابتلاءات بخلاف الإنسان الذي تنعم في حياته و لم يعيش إلا في طرف هذا إذا جاءته مصيبة أو ابتلي ببلاء فإنه سيضعفه سينكسر سينقطع سيئس ربما ينتحر بعض الناس لا يفهموا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال حديث روى ابو داود و ابن ماجه و حديث صحيح إن البذاذة من الإيمان هذا الحديث ليس معناه أن ترك النظافة كما يفهم البعض إنما المقصود منه عدم المبالغة في تحسين المظهر وهو خاص بالرجال عدم المبالغة في تحسين المظهر إلى درجة الطرف و مشابهة النساء أما تجمل و النظافة فهذا الحديث خرجه الإمام مسلم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا و نعله حسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال ولكن في تربيتنا لأولادنا نفرق بين الذكور و الإناث نهنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمشط أحدنا كل يوم المشطة للمرأة كل يوم معليش هذا يناسب طبعها المرأة تجلس مع المرأة وتحسن روحها لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجال أن لا يتمشط إلا غبا نهار بنهار لا يبالغ الولد في تحسين مظهره والاعتناء بهذه الشكليات لأن هذا شأن النساء من الضوابط المتعلقة باللباس اجتناب لباس الفخر والكبر والشهرة وهنا نأتي إلى مظهر من مظاهر تأثير اللباس على الأخلاق لباس الفخر يجعل ابننا مفتخرا دائما نزوخ على أصحابه باللباس وإن اللباس تاعي كذا وكذا هذا غير محبب لباس الشهرة الشهرة المقصود به اللباس الذي يتميز به عن مجتمعه يصبح إذا مشى يشار إليه بالبنان إذا مشى في الطريق الناس كلها تلتفت إليه طبعا ومثل هذا أيضا يرجع إلى النقطة الأولى أنت تمشي في الطريق والناس كلها تخزر إليك لماذا؟ لأن عندك لباس متميز يدخل في نفسك الغرور ويدخل في نفسك الكبر والاستعلاء لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل لباس فيه مظهر من مظاهر التكبر وعن لباس الشهرة إضافة إلى ما في ذلك من إصراف وتبذير قلت لباس الشهرة نفهم جيدا لباس الشهرة هو الذي يتميز به الإنسان عن غيره عن مجتمعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة شهرة مذلة بمعنى عكس المذلة الكبر هذا الإنسان يلبس لباس شهرة لي يتكبر على خلق الله فالمولى عز وجل يعاقبه يوم القيامة بالذل ثم يلهب عليه في النار الحديث روى أبو داود وإبن ماجه حديث صحيح وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا من مظاهر التكبر هذا الحديث متفق على المظاهر التكبر أن الإنسان يلبس اللباس الطويل اللي يتسحف في الأرض كما كان يفعل الملوك قديما أو يلبس اللباس اللي عنده الكم إلى غير ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم من جره بطرا كبرا فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إليه الله سبحانه وتعالى يحب التواضع يحب المتواضعين ويرفع المتواضعين اللباس المتواضع يورث لابسه التواضع واللباس الفاخر الفاخر الغالي اللي يتميز بين الإنسان والناس إذا داوم عليه الإنسان هذا يصبح ماذا يدخل في نفسيته الفخر والخيالة اللباس يلبس في العيد يلبس في المناسبات مرة في الغرة هذا لا يؤثر على الطبع لكن الذي يؤثر على الطبع هو ذلك اللباس الذي تلازمه طيلة حياتك صباحا ومساء وسنوات عمرك هذا لا شك أنه يؤثر في أخلاقك مما يدخل في هذا المعنى نفتح قوسا لما ذكرنا الذي يجر ثيابه ورد عن النبي صلى الله عليه عن الإسبال وهو إطالة أطرف ثياب لباس طويل يخرج حتى اليد أو أسفل الكعبين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك والإسبال وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة يعني الخيلاء يعني هذا من السنة نربي أولادنا وهذا أيضا من النظافة من النظافة أن الإنسان يلبش لباس يتسحى في الأرض ونقول هذا من السنة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هدد فيه تهديدا ونتعجب نحن الآن الذين نتعجب مما ينكر على الرجال أن يرفعوا أثوابهم فوق الكعبين ينكرون ولا ينكرون على المرأة أن ترفع لباسها حتى فوق الركبة نسأل الله العافية ليس السنة فقط يعني مخالفة لكتاب الله تعالى ننكر على هذا ولا ننكر على هذا ثم نرى كثير من الناس ربما يهزأوا من فاع من من رفع ثوبه فوق الكعبين تسننا ثم هو بعد ذلك يقبله إذا ما ورد علينا من الغرب بونتاكور أو غير ذلك ننكر على الذي يلبس لباس فوق الكعبين ثم نفرح ونرضى إذا رأينا ناس يلبسوا سراويل مقطعة أو سراويل يعني طايحة مع الأسف الشديد حتى العبارة بالفصحة لا أجدها يعني وهي طايحة وطايحة تم عن الكلمة فهذه من السنن ونربي أولادنا على احترام سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونربيهم على التواضع واجتناب الكبري والخيلة من الأمور المهمة أيضا اجتناب اللباس الدال على الكفر والدال على الكفار اللباس الخاص وهنا حتى لا ندقق في العبارة نقول اللباس الخاص بالكفار والذي يدل على الكفار كثير من الناس تساهلوا في هذا الأمر حتى رأينا بعض الناس يشترون لأولادهم يعني طاقيات طاقيات فيها لا أدري ماذا أسميها يعني علامة على اليهود يعني طاقية فيها ظفائر ظفائر صناعية يعني هذا تشبهم باليهود هذا لا شك في حرمته هذا يعني مخالفته ليس قضية الواجب هذا من العقيدة الإسلامية من العقيدة الإسلامية لماذا نخالف الكفار نخالفهم المخالفة هذه بعض الحين تكون واجبة وبعض الحين تكون مستحبة لماذا؟ لأن المشاكلة تدعو إلى المحبة وتدعو إلى الاتباع الاتباع في البشاركة في الهدي الظاهر تؤدي إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال انتبهوا إلى هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر في حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم لمر عليه ثيابا قال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية لأنها لن تكون رمزا لهم ولكن هذا اللباس ذي اللون المعين ذي اللون المعين نهاه قال له هذا من لباس يعني الكفار والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمبالغة في مخالفتهم حتى أنه لما قيل لهم إنهم يتصرولون إنها الكتاب يتصرولون ولا يتزرون قال تصرولوا وأتزروا قيل له إنهم يتخففون ولا ينتعلون قال النبي صلى الله عليه وسلم تخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب من الأمور الخطيرة جدا في ألبسة أولادنا أن يجمع إلى كونه لباس كفار كونه ضيقا غير الساتر أو أن يكون فيه علامات الكفر علامات الكفر الصلبان أن تكون فيه أعلام بعض الدول الكافر أنا لا أرضى أنه لديه لباس لباس فيه علام فرنسا بل وإنجليترا وعالم إنجليترا وسويسرا هذا أعظم لماذا؟ لأنه يحتوي يلبس لباس فيه علام فرنسا هذا شعار لفرنسا هذا إشار لفرنسا هذا يدفعه إلى حب فرنسا ولباس فيه علام دولة كافرة إضافة إلى أن فيه الصليب هذا فيه إشار للصليب ودعوة إلى الصليب ويرثه محبة الصليب نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا هناك ضوابط أخرى يعني ننصح كل الآباء والأمهات أن قضية اللباس يراجعون فيها الكتب المؤلفة في أحكام اللباس ومنذ القديم منذ الإمام البخاري ومسلم والعلماء يضعون بابا أو كتابا يسمونه كتاب اللباس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا بما يجهينا وأن يحفظ أولادنا ويصطر عيوبنا أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم استغفروه إنه الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته